في لحظة تحصلت شركة أسمدال فرع مجمع صناطراك على العضوية في عدة هيكل بالاتحاد العربي للأسمدال حسب ما فد به أمثل اثنين بيان للمجمع وتم ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ 29 للأسمدال الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمدال من الـ 21 إلى غاية الثالث والعشرين في فريل الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة حيث تحصلت أسمدال على نيابة رئاسة اللجنة الزراعية ممثلة في فرعها فيرتيال وعضوية اللجنة الاقتصادية ممثلة في فرعها سورفارت بالإضافة إلى عضوية اللجنة الفنية ونيابة رئاسة مجموعة عمل العلاقات العامة بالاتحاد هذا وأضاف البيان أن هذه العضوية تعتبر إنجاز الأول من نوعه ومن حيث تمثيل الشركات الجزائرية في هياكل الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1975 ترجمة نانسي قنقر